مرحبا اهلا بكم كورس اللغة الانجليزية من البداية الاحتراف الكورس مكون من 100 محاضرة وهذه محاضرة رقم 28 والكورس يوهي لك للمستوى المتقدم اي مستوى الائلتس نبدأ المحاضرة مع بعض ونبدأ بالفونيكس والصوت اللي معانا صوت اير اير بيتكون من حروف مثل ار اي ار اي ار اي لو جت لوحدها بدون انتهى ار مثل كلمة ار اللي هو يكون للجمع يعني وكمان هنا لما تبقى منتصكة بكلمة تانية بحروف تانية زي كلمة سكوير لانتهى اير 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 كمان من اير زي كلمة تشير وكلمة اير دي الوحدة معناها الهوى ناخد بعض الكلمات سكوير شير شير هير هير نلاحظ عندنا الار يعمل صوت الار وكمان الار بيعمل صوت الار بردو نفس الكلام شير يعني شارك شير هير هير فيه صوت تاني معنا اللي هو صوت ال اي اي بريد زي بير اير فهنا الصوتين صوت ال اير وال اير زي بريد و هيد بريد و هيد بريد و هيد و بير و بير 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 و بير تمام؟ عندنا بعد كده موسيقى ولت